ست دراجات يا مؤمن على فكرة في امتحان واحد بقى يا راجل الفكرة ده هي تجيلك في ثلاث سنين وربعض الثانوية عامة 2022 و2023 و2024 والحد دلوقت بتتلغبط فيها ده يا راجل ده في 2023 الفكرة دي كان عليها ست دراجات كاملة انا هقرأ معاك السؤال واسيبك انت تكتشف الفكرة قد تكون الفكرة سهلة بالنسبة لك بس محتاجة تنكيس لان في بعض الاحوال بتبقى معاكدة شوية اكتشف الفكرة لا تقلق التليفون بتاعك بقول لك لا تطلق التليفون بتاعك will have fixed is going to be fixed is going to fix will have been fixed انا عايزك تبقى زي detective جدا عايزك تبقى زي المحقق تشوف الاختيارات تكتشف الفكرة ازاي وقت ما تلاقي الاختيارات عندك عبارة عن نفس الفعل بتصرف بأشكال مختلفة من ضمن الأشكال المختلفة دي فيها verb to be زي will have been is going to be ساعتها شك ان الجاملة دي passive ان الجاملة دي مجهول انا ما بقولكش ان لازم قطعا ان الحال يكون مجهول ولكن بقولك شك ان ممكن الجاملة تكون مجهول فالسؤال ده الاول ده في ثانوية عامة الفين اتنين وعشرين فانا بقولك ما تقلقش التليفون بتاعك باي طبعا وجود باي بتدل على زمن المستقبل التام بناء على كده is going to be fixed الاختيار ده خاطئ الاختيار 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 خاطئ لان لا ده مستقبل ده ولا ده مستقبل ده هي اما اقولها fixed اما اقولها been fixed هنا بقى بتبدأوا انتوا تطلق بطو في شق منكم بيحل بشكل جيد في شق منكم ما بيحلش بشكل جيد الفيصل التليفون بيصلح ولا بيتصلح التليفون بيتصلح يبقى اذا الجملة جملة passive فالاختيار الاختيار الاختيار لو انت قلته will have been fixed your great your excellent ده منت الدرجة اوكي يبقى القصة كلها اننا اقفش اقفش هل الجملة دي معلوم ولا هل الجملة دي مجهول وافتكر القادة العامة العامة اللي بتقولك ان جملة passive ان جملة المجهول بتبدأ بالobject وبعد كده بيبقى في زمن الجملة وبعد كده بتجيب تصريف تالت انا اعطى المال فوجود الآي مع الزرب بتوبيه اللي هو الآم مع الجفن اللي هو تصريف تالت يبقى الجملة دي جملة passive فاحفظ معايا كده جملة المجهول بتبدأ بالمفعول في زمن الجملة والتصريف التالت طيب نجيبها للسؤال الثاني بالمفعول فوجود الآم بقى الجملة بسيطة 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 بي. ده مفيش فيه. ده فيه فيه فيه. طب هنا بيقول لك وعندك وانت ده في الماضي. يبقى وفقا لقاعدة التوافق الزمني ما نفعش يكون عندي وانت ماضي. واجب قصادها مضارع. يبقى ماضي ماضي. وطبعا بيجي قبلها زمان ماضي تام. وبعدها زمان ماضي بسيط. واخدها وانت كجورا. فبالتالي. ده مش هتنفع. فتبقى الاجابة الصحيحة. هات بين بروكن. ونتذكر ان السؤالين الاولانيين دول جوم في ثانوية عامة الفين اتنين وعشرين. نفس الفكرة اتقررت بست درجات في ثانوية عامة الفين تلاتة وعشرين. تو وان. اوكي. يعتقد بان سيارتك. الفعل باي معناها يشتري. طب العباية بتشتري? لا. العباية بيتم اشرقها. يبقى ان انا اكتشفت ان انا محتاج مجهول. افعال كلها شبح بعض. في حاجات فيها بي في حاجات فيها لأ. يبقى بالتالي. كده ولا كده تو بي بعدها فعل في المصدر. فالبط دي مش هتنفع. اوكي? طيب. لو انا قلت تو باي. يبقى انا بقول ان العباية بتشتري. والعباية لا تشتري. العباية تشتري. ده مش باسف. حتى هاف بوت معناها ان العربية قد اشترط. مش تم شراءها. يبقى ده برضو مش باسف. الباسف اللي بيكون فيه فبالتالي الاجابة الصحيحة. الجملة باسف. والجملة دي كان. الباسف الاولاني والثاث اعتقدة الباسف التاني ان هو تم شراءها. وطبعا هاف بن والتصريف التالت. السيرة دي بتدل على الماضي. ان العباية دي تم شراءها في الماضي. شوف. السؤال ده كان بضغاقتين. الثاني عام 2013. السؤال البعض. بعد ما احمد سلم استمارة التقديم هو سوف يعمل ايه? سوف يحاول. هيحاول ميه? ده هو اللي مقدم طلب. يبقى هو يتم محاولاته. يبقى ازا بانضو الجملة جملة باسف. ومحتاج الاختيار اللي يكون فيه فرب تو بي. هل الاختيار ده فيه فرب تو بي غلط? معناها ان هو يحاول. لا هو بيتم محاولاته. هل ده فيه فرب تو بي غلط? لان اصلا قوله بيجيجيش بعدها فالف اخو ايه دي. تب دي فعه فرب تو بي ايوة. بس هنا الفرب تو بي بعض ده اي ان جي مش مجهولة. عشان تبقى الجملة مجهولة يكون فيه فرب تو بي وتصريف ثالث. عشان كده هتبقى الاجابة. سيتم محاولاته. سيتتم محاولاته. يبقى ازا ده مجهول. والسؤال ده بانضو. بدرجتين. فانه هي عامة الفين تلاتة وعشرين. نجي للسؤال الاصعب من وجهة نظرنا البعض. في الثانوية عامة الفين تلاتة وعشرين. عليه درقتين بانده. بحب ان انا نقرأ المساحيات بتاعته. ده معنى ان انا بحب المساحيات. اوكي? المفترض ده يقول ان المساحيات التي كتبت يعني. اوكي? ركز في الجملة دي. دي معناها مساحيات مش معناها يلعب بايدوا. اولا لما بيجي بعدها فاعل ما بيجي بعدها فاعل في التصريف التالي. لازم يكون فيه مساعد هنا. فالاختيار ده غلط. هتقول لي مكتوبة ايه? مكتوبة تنفع. انا بحب المساحيات. طب المساحيات اللي بتكتب بواسطة شكسبير. هو معانا? مش معانا. الجملة مش مضارع. يبقى بالتالي دي غلط. الاختيار التالت معانا مش في المدارع. مش بيكتب. توقع الله من زمان او 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 او. يبقى الاجابة الصحيحة. هتقول لله. وما الفين المجهول يا مستر في الجملة دي? صعوبة الجملة كانت في كده. اقول لك فين المجهول في الجملة دي. الجملة دي اصلها ايه? انا بحب المساحيات. التي كتبت. فانت لو خدت انت بالك دي صيغة وصل. ضمير وصل. لهو. هدي ده اختيار البسل. لما بقى بيكون في مجهول بيدمج مع ضمير وصل. ممكن نعمل اختزال. ممكن نعمل اختصار. الاختصار ده بيتم ازاي? والله ممكن تشيل ضمير الوصل. ولو شيلت ضمير الوصل. تشيل المساعد وتحتفظ بالتصريف التالت فقط. فيا اما اي لايك بليز واتش وراتن باي. يا اما اي لايك بليز واتش وراتن باي. ولي مش كسبية. وتخليك عندك يقين ان الارتن ده هي اختصار لتلات كلمات. الكلمة الاولى واتش. الكلمة التانية وير مساعد المجهول. الكلمة التالتة فيا اما يا اما دي قاعدة مهمة جدا جدا. اللي هو حذف ضمير الوصل باستخدام التصريف التالت في صيغة المجهول. جميل. شو السؤال ده كان بضناغتين. ست ضناغات يا مؤمن على فكرة في امتحان واحد. عايز ايه? طيب نيجي هنا بقى الثانوية عاما الفين عاما وعشرين. والفكرة دي جات معا واحدة في هزا الامتحان. تحسن الفترة طول. المحل اكد لي. اليوم التالي. طب ما لا هيوصل? طب هو بيتم انساله. يبقى انت محتاج الاختيار اللي يكون فيه. طب دي غلط. طيب هل الاختيار الاولاني ده فيه هتقول لي لا غلط. طب الاختيار التالت فيه. ايوة فيه. بس بعد البي اي اي انجي تبقى مش مجهول. انت محتاج اللي يكون فيه بي وتصريف تالت. عش تبقى الجملة مجهولة. فبالتالي سيتم انساله. السؤال ليك. لحد امتى هتهم القاعدة المجهول? وفي نسبة مش قليلة من الطلبة. لحد دلوقتي بتقع في قاعدة المجهول رغم انها متكررة كل سنة في الامتحانات. اما تيجي مرة او مرتين او اكتر. اما يكون علىها درجة على درجتين على ستة. فبالله عليكم نركز كويس تحديدا في قاعدة الاسف. اشتركوا في القاعدة